تحية محبة ووفاء لكم جميعاً أيها الحضور الكرام أعلم جيداً أن الحديثة حديثة الأماسي خاصة عادة ما يكون ذا شجون يأخذنا من فن إلى فنون أرجو ألا أقع في قبضة الحديث والشجل ببساطة لأنني على يقين من أنكم وأنا معكم قد أخذ مننا التعب أيما ما أخذ أرجو مرة أخرى أن لا أقع في قبضة الاستقراد سأقتصر على بعد ما جاء في الورقة لعلني أكسب رهان الوقت أستهل كلمتي بمقتبس من ديوان نثري لأرث الرامبو هو فصل في الجحيم ورد فيه وذات مساء أقعدت الجمال على ركبتي فألفيته مرًا فهجوته وصلاً بهذا الحديث هل استوثقنا من أن مدارسنا تكاد تناظر فصولاً في الجحيم فلا منذوحة عن ملاحقتها بمرارة اللوم والتقرية أكاد أجزم بأن حوامل التربية ومحمولاتها من غير جماليات التعلم والتعليم تصير يا باباً كأرض محروقة قبل نسق السلة بموصولها تتوارد إلى الذهن أمثولة دالة من حكايات إيسو مفادها كان سائق عربة ينقل حمولة ثقيلة عبر طريق موحل جداً إلى أن بلغ منعطفاً غاصت فيه عجلات العربة حتى نصفها في الوحل وكلما واصلت الأحصنة جر العربة ازدادت العجلات غوصاً إلى أسفل عندئذ أنقى سائق العربة صوته وانبطح مبتهلاً إلى هرقل القوي ثم صاح أي هرقل أعني في قربتي هذه خلال هذه اللحظة بالذات ظهر هرقل وقال ويحك أيها الرجل لا تنبطح أرضاً انهض وخذ العجلة إلى كتفك إنما الآلهة في عون من هم في عون أنفسهم وصلاً بهذه الاستعارة الأليغورية أقول ليس ثمة من هو أقدر على إضفاء عطر الجماليات على منظومة التعلم والتعليم أكثر من الفاعلين في المنظومة أنفسهم إن جمال التربية لا يتكشف إلا لمن يؤمنون بمصرات كامنة في إنقاذ عربة التعلم والتعليم من حضيض الأوحال وقيادتها إلى مرتفعات الجمال لا شك أيها الحضور الكريم أن الصيرورة إلى التوصيفات الرائقة التي تليق بمدرسة مزدانة بمظاهر الجمال لا يتأتى إليها إلا من طريق جماليات مكنونة في مناحج القراءة والكتابة والتفكير والتعبير والإبداع والتواصل واللغة والفنون والعلوم وفي أساليب التمثيل والتخيل والتدليل والحجاج والبرهنة والقياس وفي قيم النظام والانتظام والاعتدال والتآلف والتشارك والتواصل وفي استدماج التعلم الرقمي وتنمية الحس الفني والحكم الجمالي والوعي البيئي والأخلاقي وهو ما دعوناه على جهة الإجمال الجماليات المدرسية أولا نحو جماليات المدرسية لو لم يكن مرتقى الجماليات المدرسية صعبا لما غاصت عجلات العربة في منعطف ما من الطريق إليه غير أن لكل مرتقى كلفة واستعساء إن فن التربية ينبغي أن ينظر إليه لا بوصفه وظيفة بل بوصفه فنا أو صنعة جمالية وحيث إن الجمال في عين الرائي فإني أكاد أجزم بأن فعل التجميل يعني في أحد أوجهه أن تغمر زنزانتك الحزينة والمظلمة بالدور أو أن تستنقذ عربة حلمك من حضيض الوحل وترتقي بها إلى مرتفعات الأمل في نقطة ثانية جاذبيات العرض جمالي تتمازج الألوان وتتناغم الأشكال في الطبيعة ضمن ما أسماه أدولف بورتمان العرض الذاتي وصلنا بهذا الحديث وبالموازات مع الغرض الوظيفي ما الذي يمنع المدارس من أن تستدمج بعد العرض الذاتي إلى جانب أبعادها الوظيفية هل تستطيع المدرسة أداء متطلباتها الوظيفية من غير جاذبية وتأثير ورجح أن التراجع في مؤشرات الأداء الوظيفي للمؤسسات التعليمية له علقة من إحدى النواحي بضمور جاذبيتها وسحرها التأثيري والاستقطابي إن جاذبية الفيلم الوثائقي الرائق في التعلم الرقمي على سبيل المقارنة لا تقتصر على المعلومات التثقيفية والتعليمية فحسب بل بالنظر إلى ما يحتويه من سحر الصورة أيضا على المدرسة أيضا أن تستلهم سحر المزاوجة والمؤالفة بين النفعي والجمالي بين الوظيفي والقيمي بين العقلي والوجداني قرر أنطونيو داماسيو أن كل معرفة تتضمن عاطفة وفي المقابل ينطوي كل شعور جمالي على معرفة إن المعرفة بغير عطر جمالي تجعلنا غير مبالين إذ لا يمكن للمرء التعلم إلا من خلال المتعة والاستطابة والذوق والعاطفة على المدرسة أن تعيد ترتيب خيارات مرتفقيها من التعلم والتعليم من أجل الامتحانات والنقط العددية والشهادات إلى التعلم من أجل الحياة في نقطة ثالثة في جماليات الحياة المدرسية كتب ميشيل دومونتين في إحدى مقالاته أريد أن يكون كتاب الدنيا هو كتاب تلميذي ضمن نهج تجزئي يهيمن فيه التخصص أتحدث بالنظر إلى واقعنا ضمن نهج تجزئي يهيمن فيه التخصص والفصل بين الشعب والمسالك والمواد تعد في نظر الحياة المدرسية الكتاب الأنسب والأرحب والأخصب الذي يمكن للمتعلمين أن يقرأوا فيه بعض أوجه الحياة المركبة كما يمكنهم استثمار هذا المقرؤ من أجل تنمية حسهم الجمالي إن الحياة المدرسية والأنذية التربوية والأنشطة المندمجة والتعلمات الرقمية تفتح مجالا فسيحا في تقديري لتنزيل مفهوم الجماليات المدرسية ذكر ريتشارد فيلمان وهو للإشارة واحد من ألمعي فيزيائي القرن العشرين وهو في الآن ذاته صاحب المؤلف الشهير محاضرات فيلمان في الفيزياء قال عندما كنت في المدرسة الثانوية استدعاني مدرس الفيزياء ذات يوم بعد الحصة الدراسية وقال لي يبدو عليك الملل وأريد أن أخبرك بشيء مثير للاهتمام ثم أخبرني يواصل ثم أخبرني بشيء وجدته مبهرا إلى أقصى حد وقد ظل منذ ذلك الحين مبهرا لي إنهم مبدأ الفعل الأقل أحد المبادئ العلمية في درس الفيزياء تعليقا على هذا النص منذ إذن أحد بفينمان الفيزياء إلى حد الهوس وصار مفتونا بجمالياته المدهشة بيضا أنه إلى جانب ذلك كان يقول لا يمكن تطوير الشخصية بالفيزياء وحدها يجب الدمج باقي الجوانب الحياة في عمليات تطوير الشخصية أتساءل مع نفسي ماذا عن الأذواق الشعرية للفيزياء فايممان أجيب حقيقة ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن غير أن الشعر في تقديري والموسيقى من حيث هما خطابان جماليان يحاولان أن يعبر بالكلمات أو بالصوت عما لا تستطيع الفيزياء قبلها أن ننفلت من قبضة النفع يعني أن نمنح لأنفسنا ولمتعلمين فرصة الاستمتاع بفضيلة الجمال الأسنع في نقطة الرابعة الأخيرة يقصد بالجماليات الرقمية دراسة كيفية تأثير التكنولوجيا وخاصة التكنولوجيا الرقمية على إدراكنا للفن وطرق إبداعه بمعنى أنها محاولة لاستكشاف الطرق التي تؤثر بها الوسائط الرقمية مثل الصورة المولدة بالحاسوب والتركيبات التفاعلية والواقع الافتراضي وخوارزميات التعلم الآلي على الصفات الجمالية للعمل الفني وتجربة المشاهد أتساءل هل ثمت إمكانية لأن تظل المدرسة بعيدة عن التحولات المتسارعة ضمن سياق الجماليات الرقمية؟ أقدر أن الجواب عن هذا السؤال يستضمر إقراراً مسبقاً بحتمية الانخراط في تحولات مفهومية لا مندوحة عن استثمار نواتجها في ختام كلمتي أذكر أن نحوياً يدعى ديمتريوس صادفه ويتجول في ديلفي مجموعة من الفلاسفة جالسين فقال لهم مستغرباً إما أنني على خطأ وإما أنكم لستم خائضين في نقاش مهم كما يبدو من جلستكم الهادئة المرحة فأجابه هرقليون الميغاري أحد الفلاسفة الذين كانوا في الجمع قائلاً إن الذين يخوضون في تصريف الأفعال وأصول الكلمات وقواعد الكتابة هم من يتجعد لهم الجبين متى تحدثوا في علمهم أما المواضيع الفلسفية فهي في العادة تدخل الصرور على قلوب من يعالجونها فلا يحزن لهم منها قلب ولا يكفهر لها وجه من المرجح أن ذلك النحوية الذي قصد إلى الهزئ والسخرية من الفلسفة بوصفها وفقاً لما بدى له جدلاً صارماً لا يخوض فيه الخائضون إلا بوجه عابس مكفهر بيد أن الفيلسوفة الميغاري رد له الصاع صاعين من باب مواجهة الذم بما هو أقذع وألذى في واقع الأمر وكخلاصة إنه من الخطأ الجسيم أن يوصف مجال معرفي ما كالفلسفة أو النحو أو المنطق أو البلاغة أو التاريخ أو الفلسفة أو الرياضية أو الهندسة أو الفيزياء أو علم الأحياء أو غير ذلك من العلوم الإنسانية أو علوم النظرية أو التجريبية بالاستعصار فلا يخاض فيه إلا بجفاء إن من شأن الروح التي تسكن العلوم جميعها أن تستبطن من الجمال ما لا يحد استقرار أو يحيط به استقصار شكرا لكم أيها السيدات أيها السادة على خسير المتابعة شكرا لكم أيها السيدات أيها السيدات شكرا لكم أيها السيدات شكرا لكم أيها السيدات شكرا لكم أيها السيدات